القراءة مثل دائماً بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً بتقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بيحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب الكروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك أنت يا برج العذراء وبعدين طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل أو شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية أو شو بتحس فيه حالياً في شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير أو عم تحلم حتى بها الشخص أو عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون أيضاً أحلام فعلية يعني أحلام حقيقية مش فقط أحلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في أحلامك أيضاً الكروت اللي طلعت عندي هون الفارس والبيد والكينغ أيضاً طاقتك عم شوف ترابية كتير أغلب الطاقة اللي عندك يعني أنت بطاقتك أنت حالياً حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص أو تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية أيضاً وضعك تحسن أو وضعك متحسن من الناحية المادية لأنه عندك كينغو نايت أوف فنتيكلز يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم أو وضعك يعني فيه تحسن أيضاً مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه الوضع بينكم أيضاً فيه تحسن ممكن فيه اختيار معين بدك تختاره أو أنت واقف بالتاريق وبدك تختار بين شيئين أو بين شخصين أو توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص مع الشخص اللي عم تتعامل معه أنت بتحس أنت بتحب الشخص بمعنى أنه بتحس أنه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن فيه بينكم شوي جدالات أو شوي حدة بالمناقشات فيه شوي توتش أو ملامسات بينك وبين هالشخص ولكن أنت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه أو بتعتبره رفيق درب وأيضاً لناحية العاطفية راضي كتير عن مواصفات هالشخص أو بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته بتحب كاريزمته وأيضاً مثل ما حكينا ممكن بالفعل أنت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك وحتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريك أو طاقة الحبيب هول إنه صغل طاقته مش كتير منيحة الشخص عم يحس بفراغ من جوا فيه إشي بحيات هالشخص عم يحس إنه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه أو الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف أيضاً إنه هو ما اترف لك أو ما حكى لك بهالإشي يعني أغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لإلك هالشخص بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة أيضاً ممكن يكون هالشخص مخبي عنك إنه الأمور بحياته خارج العلاقة بينكم حياته العملية أو حياته العائلية أو حياته العامة عم تكون مش مش مزبوطة فيها فيها لخبطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر عم يمر هالشخص بشفتس كتير عالي كممكن في بعض الأساسات بحياته هالشخص حالياً مهزوزة أو غير مستقرة وممكن أيضاً نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيداً عن العلاقة أيضاً ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص آه ممكن مش مبسوط هو بصراحة أو أحد من أسباب الخلاقات بينكم فيه طرف بينكم ممكن أنت أو ممكن الطرف الآخر حس بيرفض حس أنه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الآخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لأنه عم شوف أنه فيه كتب من المشاعر ما مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عم شوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون أو فيه بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون ولد الغيرة بينكم أو ممكن هالشخص أو أنت لأنه هاي الطاقة مشتركة عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف عفوي أو ما فيه إلو طريق أو نمط أو ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص أنت وهو مش بعلاقة جدية فصعب عليك أنه أنت تعبر أو هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض لأنه عندك two of cups فأنت وأيضا عندك the lovers هون ففيه طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه سولميت وكأنه رفيق الدرب أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم أنه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه خط معين تمشوا عليه يعني أنت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف أنه ما فيه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن أنت مش عارف نهاية العلاقة أو نهاية التواصل شو رح يكون أو نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف أنت بالمستقبل فيه إشي عم تحس أنك مربوط فيه ممكن أنت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص وعم تحس أنك لأنه انترابمنت هل هالمرة هالكرت ما يعادل أو ما يوازي ناينة أو سورد يعني أنت عم تحس بسجن شوي عقلي أو عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بأمور قبل ماضي عم تحس أنك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز أكتر على التشافي أو كيف تتشافه الحلو بهذا أن الكرت طلع عندك هون مقلوب تري أوف سوردز تري أوف سوردز عادة بيرمز إلى جرح بالقلب أو جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر ولكن مع أنه الدك عندي ما فيه كروت مقلوبة إلا أنه الكرت إجاك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري أوف سوردز بيرمز على أنك تطالع من جرح معين أو طالع من حالة حزن معينة أو رح تطلع إذا أنت لبعض منكم إذا قراءة عكسية وإنت هالطاقة اللي هون لبعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم إلى أنه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها أنك مظلوم من أساسات خربت بالعلاقة أو من علاقة فاشلة مع شخص أو connection أو تواصل ما زبط مع شخص أيضا ممكن يكون فيه عندك بالمستقبل أو رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة أشخاص ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة لأنه فيه كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف أنت مركز أكتر يعني أنه أنت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل بخطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل فأغلب العروض هاي عم شوف أنه مش رح تستهويك أو مش رح ترجبك بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل صاد نس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون أو هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر أو اسبوعين أو شهرين حتى بيختلف من شخص الآخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس بي حزن عم يحس إنه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس إنه مجروح كتير أيضا بده عم شوف إنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لأنه عنده ace of cups يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود أيضا سواء كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين إلى إنه مش رح يعبر عن هالإشي يعني هالشخص عم يشوف صعب إنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره وبالذات إذا أنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى وهو ماخد موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسه إنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوه مشوش عاطفيا عم يحس بصراع جوه حاله لأنه بيكن المشاعر لإلك ولكن بنفس الوقت بيحس إنه بموقف مش عم يسمح له إنه يعبر عن شو هو بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص أكس على فكرة أو حبيب قديم لأنه عم شوف إنه أنت في عندك عروض هون وفي عندك أيضا رضا نفسي فممكن أنت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا إكس قديم عم شوف إنه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له إنه يعبر فعم يكون كتير دفاعي رده بداية جديدة معك بس عم شوف إنه غير قادر إنه يحكي لك هالإشي خايف من الرفض أيضا لأنه عندك هون ريجيكشن فهالشخص خايف إنه بس يعبر أو إذا إجا حكى معك خايف من إنه ينرفض أو أنت ترفض أرض الحب تبعه لأنه بتشوف إنه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط تيمتيشن هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون إنت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه إلى كتير من الإغراءات لأنه تيمتيشن عندكم تيمتيشن ترمز إلى إغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي أو تفلتر الإشي اللي اللي بتفيدك والإشي اللي مش رح تفيدك لأنه من أغلب العروض اللي رح تجيك ممكن 90% منها أو أغلبها تكون إشي مش رح تفيدك أو أغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف أنه أنتو رح تنحطوا بموقف أو للبعض منكم اللي أنتو بيعلاقة مع بعض حالياً ولكن الأمور مش عم تمشي متل ما أنت بدك إياها رح تنحطوا بيجوز في ناس أيضاً بدها تخرب بينكم لأنه تيمتيشن فممكن في أطراف خارج العلاقة رح تحاول أنها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكتشن بينكم لأنه عم شوف أطراف أخرى كتير بالعلاقة عم شوف أو عم شوف خيانة أو عم شوف يعني مش خاص عم تحاول تخرب أو عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل بالفعل البعض منكم اللي بيعلاقة حالياً بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك أو اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيها أيضاً البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك نايت أوف وانس في عندك نايت أوف وانس في عندك نايت أوف وانس في عفية بدك ما تركز على الأمور اللي راحت لأنه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي أفهمت علي تحرك بينك وبين هالشخص في طرف رح يتقرب إلى شخص الآخر أو أيضاً رح يكون في عندك عرض حب من هالشخص وممكن أن تتقدم عرض حب